الاشعار وصل. اعتقد ان الاشعار وصل للكل. يا هلا. هنشوف النهاردة. يلا بينا يا ابطال. اصلي على النبي. وقول بسم الله. يلا بينا توكلنا على الله. صديق الصدوق نصيحة من الميستر اللي تعز عليه قوي. حاول تجمع نقاط فيه الاسئلة الخاصة بالكلمات يا صديقي. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية الجميلة. ابطالنا. الابطال. نفوق ونركز. ده احنا لسه بنقول دي الاسئلة اللي هنجمع فيها النقاط. لا مش هنقول عاش على الاطلاق. هنقول ان احنا لسه ما دخلناش في المود ونعديها. بس لازم نعوض في اللي جاي. the restaurant was recently. جملة مبنية المجهول يا صديقي خلي بالك. المطعم ماله تم اختياره يا صديقي. select فعل بمعنى يختار select فعل بمعنى يختار synonym بتاعه choose. بالاس خلي بالك. يبقى the restaurant was recently selected one of the best in the area. يعني المطعم تم اختياره كواحد من الافضل فيه المنطقة. يعني افضل مطعم فيه المنطقة. فصديقي اللي مختار replaced. طب المعنى ترجمتها ازاي. يعني تم استبداله. اصلا replace دي معناها استبدال او يستبدل. ما تجيش خالص. يا الله بينا. ده الشكر. يا السلام يا السلام اهو ده بقى الكلام. عايش يا بطول. عايش 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 عايش. طبعا traditional. it's traditional. يعني ده تقليد. it's traditional America. يعني ده تقليد في امريكا ان هم بيأكلوا اديك الرومي في عيد الشكر. عايش جدا. يا ايمان. للأسف الجرامر. يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام. بص يا صديقي. يعني هو IQ من غير ما تبقى عارف معنى الجملة اصلا. ومن غير ما تبقى عارف هي اللي اختيارات معناها ايه. IQ have to. بيجي بعد منها مصدر. مصدر. وانت مغمض عينيك من غير ما تترجم حتى. دي جمل او من الجمل اللي ما ينفعش توقع فيه. صراحة. لما بقول بيجي ستورز. المحلات الكبرى. مضطرة او انها كومبيت فور. بتتنافس. في سبيل الزبائن في يعني موسم الاعياد بتاعت الميلاد. اعياد الميلاد. فكمبيت يا صديقي فعل بمعنى ينافس. كومبيتشن من منافسة. كومبيتتف يعني تنافسي. ركز. يا الهي. يا الهي. يا الهي. ما هذا يا صديقي. طيب بص بقى. تعال واحدة واحدة كده عشان نترجم. ترجم. يعني المؤرخين. haven't. haven't منفية. always agreed about. يعني لم يتفقوا بشأن. لم يتفقوا بخصوص. the exact date. يعني التاريخ الضقيق والمحدد. of رامسيس الثاني. or the second. coronation يعني التتويج. يعني محدش من المؤرخين قادر يحدد بالظبط تاريخ. تتويج الملك رامسيس الثاني. coronation يعني تتويج. جاية من كلمة crown يعني تاج. اوكي. يبقى يتفق بخصوص agree about. agree about. صلى الله عليه وسلم. عاش 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 عاش. excellent excellent brilliant. 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 وبرليانت ديدي. انا بشجعكم بها. بقولك. brilliant performance يعني اداء رائع. فلما اقول يحيى الفخراني. give a brilliant performance يعني اداء اداء رائع. brilliant بتساوي wonderful. بتساوي fantastic. بتساوي terrific. بتساوي excellent حتى. كل الصفات اللي معناها رائع ومزهل ومدهش. brilliant واحدة منهم. لا ما تنفعش أوفل يا أروى. لسبب. خلينا اقولك ببساطة صديقي اللي بيسمع الكلام وبيستخدم الاستبعاد وقت ما بيكون محتور. بص على الاختيارات هتلاقيهم كلهم التلاتة التانيين مقاربين لبعض. awful يعني سيء وفظيع. terrible برضو فظيع. awkward يعني غريب. فالتلاتة مرادفات لبعض. best selling يا سلمة دي صفة. الاسم منها بست سيلر. بالأر اسم بالإنجي صفة. يا سلم. لا أدري ما ذا أقول. I don't know what to say. but excellent excellent for all people who answer this question correctly. طبعا لكل الناس اللي حلوه صح. excellent. بس هو سؤال سهل. بقول this school المدرسة دي. is devoted to. devoted to يا صديقي. يعني مكرسة لي. مكرسة لي. لتعليم الأطفال. education. education. مدرسة. هتكون بتعبل اي. education of children with reading difficulties. reading difficulties يعني صعوبات القراءة. 30 سؤال يا نور. prohibition يعني منع وحظر وتحريم. مش عارف والله يا. يا السلام. يا السلام. يا السلام. الناس اللي بطلت تذاكر. الكلمة دي خدناها في الوحدة العشرة. وكررناها في الوحدة الحدوشر. launch يا صديقي. بمعنى يطلق أو يبدأ. يطلق أو يبدأ. the closest company as expected to launch several new products next year. يعني هتطلق منتجات جديدة العام القادم. ما ينفعش. أقول attack. attack إزاي يا صديقي. attack يعني يهجم. يا نهاريسود. إيه الشركة اللي هتهجم. إيه شركة الملابس اللي بتهجم دي. يعني ده لو بريشكا مش هتعمل كده. erect يعني يبني ويشيد. طبعا لأ. المنتجات لا تبنى. attack يعني يرفق. برضو ما تنفعش. حصل خيرا نسمع يلا نعود. لا إله إلا الله. طب إيه طيب. ما لك يا حبيب قلبي. ما لك يا صديقي. أنت حد مزعلك. طب أنا مزعلكم في حاجة. يا صديقي دي من أول الجملة بيقول لك. teen stuff. teen stuff. يعني أشياء أو أغراض المراهقين. ما هي teen دي على المراهقين. فديها تبقى مشهورة ما بين مين بين مين أكيد بين المراهقين اللي هم teen agers. teen agers. تبقى مشهورة ما بين مين Dziękuję. في حالة الطوارئ تقدر تتصل ب122 للشرطة أو بقسم الإطفاء أو الإسعاف عاش جدا عاش جدا The expansion of the factory يعني التوسع في المصنع expansion يا صديقي يعني توسع وتمدد of the factory lead to خلي بالك lead دي الماضي من الفعل lead وقلنا قبل كده قاعدة لهذا الرابط lead to معناه يؤدي إلى بيجي بعد منه noun أو verb plus ing خلي بالك من الحتة دي lead to يؤدي إلى ويجي بعد منه noun أو verb plus ing عشان كده جبنا بعد منه هنا noun noun صريح creation خلق خلق وتوفير وابتكار يبقى توسع في المصنع بيؤدي إلى خلق 220 وظيفة جديدة ثاتيه میشي اشف involved in يا صديقي involved يعني متورط أو مشارك في I had to leave the room as I didn't want to become involved in the argument يعني اضطررت أن أغادر الغرفة عشان ما أشاركش في الجدال أو ما أتورطش في الجدال يبقى involved صديقي اللي مختار inhibited هو مش الفعل inhibited ده معناي يقطن ويقيم ويسكن حتى جاي منها inhibited سكان فضيح هذه فضيح طيب بص كده صديقي تعالى أقرب بس أقرب واحدة واحدة والله ما تخاف بويتس يعني شعراء فيلميكرز يعني صنع أفلام بينترز رسامين العيلة دي ناقصها مين أكيد الفنانين الأورتس أورتس يعني فنانين أكيد مش هيبقى فانز معجبين وجمهور ولا رؤساء تحرير ولا ريبورترز مراسلين ما عشان كده بقولك خلي بالك من بقية الجملة الشعراء وصنع الأفلام والرسامين فأكيد ناقصهم الفنانين لا ده أنا مش هساعدتين بينيس يا أولاد يعني تحت أو أسفل فلما أقول الالكتريك كابلز يعني الأسلاك الكهربائية بتدفن تحت الشوارع الفعل باري يا صديقي يدفن وهنا جاية تصريف ثالث لأن الجملة مبنية المجهول يبقى بارد عاش جدا 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 كلمة consequence يا صديقي بتساوي كلمة result عارف الرابط لما كنا بنقول as a result of هي هي as a consequence of ونتيجة لذلك نتيجة لذلك يلا آخر عاش جدا عاش جدا أولادي عاش جدا سؤال مزيل وهفكرك بس التكوين السؤال المزيل أنا عشان أعمل سؤال مزيل بيبقى عندي جملة خبرية و كما وبعدين أجيب فعل مساعد فعل مساعد وبعدين ضمير فاعل بس تركاز غيرة كده إن الفعل المساعد بيكون عكس الجملة الخبرية إزاي لو الجملة الخبرية مسبتة يبقى الفعل المساعد بتاعي منفي لو الجملة الخبرية منفية زي اللي قدامك كده يبقى الفعل المساعد مسبت عشان كده قلنا هل ده درس هل ده الخلاصة يعني هل ده كل حاجة في الكوسش انتاج اقولك لا الكلام ده كان يبقى هو الخلاصة لو احنا في تانية عدادي ولا تالت عدادي احنا خدنا كل الحالات الشازة او بندرس كل الحالات الشازة بتاعة السؤال المزيل فيلا بينا انا مش هخدك وهاجب لك سؤال ترفي يا سلام يا سلام عاش جدا هيا ده النسبة اللي عايزين نشوفها الاسئلة اللي جاية يا ابطال يا الله بينا تعال نقول بقى حلال الله اكبر حلال الله اكبر يا بسم الله طيب اولا يا صديقي الجملة الخبرية ماضي بسيط لان الفعل كيم ده الماضي من الفعل كام يبقى الجملة زمانها ماضي بسيط طيب السؤال المزيل من الماضي البسيط اللي باستخدام didn't didn't وضمير الفاعل didn't وضمير الفاعل وانا بقول لك السؤال المزيل ما ينفعش تستخدم الفاعل زي ما هو لازم تحوله الضمير فاعل يعني انا الفاعل في الجملة الخبرية كان the boy طيب لما اروح اعمل سؤال مزيل اللي بقى حول الفاعل بتاعك ده لضمير اللي هو هي يبقى didn't don't expect اللي دي على طول تخليلك الجملة الخبرية منفية ايا كان الفعل المساعد اللي فيها مزبت فانا لما اقول i don't think يعني الجملة الخبرية كلها منفية i don't believe الجملة الخبرية كلها منفية خلاص عشان كده انا لما جيت اعمل سؤال مزيل جبت الفعل المساعد مزبت خبيس اللي حت والله عاش والله عاش excellent هي كل الفكرة هي الابستروف دي دي اختصار لإيه had ولا would اللي طبعا would انا قلتلك would rather would rather would rather افتكرهم كده would rather would rather would rather would rather خلاص عاش جدد سؤال خبيس اللي حتتين السلكان everywhere ورين النسبة عام الحج والله حلو والله حلو والله كاف excellent 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 let's يا صديقي السؤال المزيل بتاعها يبقى بشل let's دي للإقتراح فالسؤال سبادي بص يا صديقي ملحوظة مهمة جدا ملحوظة مهمة جدا مع الروابط الزمنية الروابط بييجي معها جملتين طبعا انا لما اجي اعمل سؤال مزيل السؤال المزيل يبقى للجملة اللي يبقى للجملة الاولى ولا للجملة التانية قال لي دايما السؤال المزيل يتعمل للجملة الرئيسية اللي هي الجملة التانية مش الجملة اللي بعد الرابط لا الجملة التانية خلي بالك ده انا مرضيتش هتخبس كمان انا كنت ممكن اجيب لك الرابط ده في النص ولو جي في النص فين الجملة الرئيسية وفين الجملة السنوية قال لي الجملة السنوية هي اللي بتيجي بعد الرابط دي ملناش دعوة بيها احنا بندور على الجملة الرئيسية اللي هي الجملة التانية طب الجملة التانية هنا فين اللي هي ايتوكريست دي جملة في الماضي البسيط يبقى دايما السؤال المزيل بتاعها didn't عاش 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 ابطال عاش كل الناس واخدة بالها ان كلمة never تنفي جملة كلمة never تنفي الجملة كلمة hardly تنفي الجملة كلمة ابطالتل تنفي الجملة في كلمات كده بيدولي او بينفولي الجملة على طول يبقى السؤال المزيل مسبت ليه ياولادي انا لسه ايل والله والله لسه ايل بقولك never وهاردلي وسكارسلي والاتل وابط كل دي كلمات بتديلي نفي بتديلي نفي عشان كده السؤال المزيل يبقى مسبت والله عاش والله عاش جدا 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 حبايب قلبي اللي مركزين قوي احسنتم طيب صديقي المتسرع زمن الجملة دي ايه يا صديقي زمن الجملة دي ايه واحد قولي مضارع ازعل منك انت اكبر من كده ما هي لو مضارع يا صديقي الفعل كت ده هيبقى متزود له اس اس المضارع البسيط اما الكت ده جاي تصريف تاني طب ازاي يا مصر اقولك لانه كت تصريفه التاني والتالت زي بعض كت 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 فماضي بسيط يبقى السؤال المزيل بديدن اكسلنت 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 عاش جدا للابطال الاختيارات مسهلة السؤال بس حلو مش مشكل خلينا اقول الملحوظة ان افريوان ساموان افريو بادي سامو بادي اقول الكلمات دي لما تبقى فاعل اي نعم بيجي بعد منها فاعل مفرد بس لما تيجي تشير الى هذه الكلمات تستخدم ضمير جمع ضمير جمع عشان كده انا قلت they don't they يا السلام ظرف يا صديقي واضحة جدا بعد الفعل بيجي ظرف trained heavily ممتاز يا ابطال ممتاز جدا ترجمة نانسي قنقر برضو حال يا صديقي برضو حال يا صديقي سوام الفعل هيجي بعد منها اي حال بس يا كل الفكرة ان جود صفة شازة الحال منها ويل الحال منها ويل اي كيو يا صديقي ده كل الاختيارات حال معادة واحدة بس اللي صفة وقلت ان من الافعال اللي بيجي بعد منها صفة هي اللي معناها يبدو يبدو دي عيلة بيجي بعد منها الصفة افعال يجي بعد منها الصفة صفة عادية جدا السؤال الاخير عاش جدا عاش جدا من الكلمات اللي بتقوي الصفة ظرف من ظروف الدرجة يا صديقي احسنتم يا ابطال وحش طبعا نوران نتحاسب الحصة اللي جاية في البرايفت ماشي تعال خلينا نشوف